مين بعد فيتوريا؟ لو فيتوريا رحل طيب مين بعد فيتوريا؟ طبعا فيتوريا قدم التقرير الفني هو مفهوش أي حاجة يعني نقول عليها أنه ده سبب من الأسباب للخروج لكن هو قال أنه الرطوبة والإصابات اللي اتعرض لها دي كانت من الأسباب بالمناسبة طبيعي طبيعي بس مش هي الأسباب الكبرى طبعا مش ده السبب اللي يخليك تخرج من درس 16 يعني بدليل أنه الأداء سيء طول المباراة صحيح من أول مباراة بالضبط فطبعا ده الأسباب اللي هو ذكرها في التقرير من البداية كده مجلس الدارة رفض تماما طرح أنه يكون مدرب وطني هو البديل مجلس الدارة عايز يجيب البديل يكون مدرب أجنبي مع تعديل داخل الجهاز الفني بنسبة كبيرة ممكن الكابتن محمد شوقي يكون موجود في الجهاز الفني الجديد قبل التعديل هل أحد الأعضاء طرح فعلا اسم الكابتن حسن حسن؟ لا لم يطرح اسم الكابتن حسن حسن أو غيره لم يطرح أي مدرب مصري هو عادة عشان بس أفكر سادات المشاهدين عادة مدرب أي مدرب مصري مدرب أي مدرب مصري هقولك لأنه ده كان قرار اتخذ بعد التجربة مع الكابتن إيهاب جلال إنه لن يتم الاتجاه إلى المدير الفني الوطني طبعا موضوع المدير الفني الوطني دايما بيفتح باب جدل كبير جدا مين الاسم مين الشخصية بتاعته هيعمل ايه مع المنتخب هل هو قادر على التعامل مع النجوم المحترفين وخاصة على رأسهم محمد صلاح دي كلها أمور بيتم طرحها وتدولها علشان كده أغلق موضوع المدير الفني الوطني من بابه إنه الجاي هيكون مدير فني أجنبي ولكن أنا شايف إنه ده يعني على طريقة البرامج القديمة يعني ده جواب نهاية أنا شايف إنه ده مش جواب نهاية يعني ده مش جواب نهاية يعني ممكن يكون فيه مدرب وطني بالمعطيات اللي بتتغير كل يوم في موضوع المدير الفني والتحاد الكرة بشكل عام وطبعا الأسبوع الجاي ده هيكون حاسم جدا فيما يخص مصير فيتوريا مع التحاد الكرة برضو المعلومة الخاصة كنت سألت في البداية برضو كريم على مستقبل مجلس الإدارة مجلس الإدارة شايف عاملنا بعد بس عامل مجلس الإدارة نلوح كده طيب الجهاز المعاون بقى حلو الجهاز المعاون المعلومات الواردة إلينا وإحنا بنتكلم بمعلومات إنه بنسبة كبيرة الكابتن أيمان عبد العزيز والمهندس محمد غرابة مدير المنتخب هم كمان هيرحلوا مع الجهاز الفني الخاص بفيتوريا الجهاز بالكامل والكابتن محمد شوقي قريب جدا من العودة مرة أخرى لمنصب المدرب العام مع المنتخب الجديد سواء مدير فني أجنبي أو لو يعني يتغير الكلام وأصبح مدرب وطني هم مكرا سعيك سؤال يلا بينا أوليه مساء محمد شوق ده مبقاش مدير فني التجربة سمعت المدرب معلش أنا 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 عارف إنه شاطح بس وعارف إنه بشي يحصل بس إنه ما بنعملش كده خوف من المجامرة طب ما أنا هقولك على حاجة يعني مع احترامنا طيب ما هو التجربة بتاعت وليد الركراكي والوصول لرابع للعالم طيب ما إحنا عندنا برضو غير كابتن حمد شوق وقاليو سيسير أكتر مصطفى وأكتر من إسم يعني الصراحة لا لا عشان بس الكلامي هو واضح أمش يقول محمد شوقي باتكلم عجيل ده بالزبط كدري شاب وإحنا عددنا المدربين اللي نجحوا على أول يوم تجربة يعني مهمة في الدور المصري ولكن أنا شايف إنه بعد تجربة يعني كابتن إيهاب جلال الظاهير الجماهيري مهم جدا مع المدرب تخيل يعني إنه إنت مش قادر تحمي المدرب علشان مش بينتمي للأهل ولا الزمالك حتى حسين البدري أنا بقولك الكابتن حسين البدري وقتها كان من ضمن الأهداف إنه لتحد الكرة تعاقد معه إنه شخصيته قوية وهيعمل الضبط وربط داخل معسكر وده للأسف وقتها ما حصلش فأنا شايف إنه في أكتر من اسم من المدربين طب كيروش ما فيش كلام على كيروش موسيقى موسيقى